السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الأعزاء في حصتنا لهذا اليوم حصة جديدة من حصة مادة اللغة العربية كيف أنتم أحباء الأطفال؟ كيف أصبحتم لهذا اليوم؟ الحمد لله دائما على نعمة الصحة والعافية طلاب الأعزاء في الحصة السابقة تعرفنا على حرف الها وصوته إه أحسنتم صوته إه ممتاز حرف الها يأول من الحروف القمارية أحسنتم من الحروف القمارية وكم شكل لحرف الها؟ أربعة أشكال أحسنتم الشكل الأول في بداية الكلمة مثل كلمة هدهد والشكل الثاني في وسط الكلمة مثل كلمة سيهام والشكل الثالث في آخر الكلمة متصل وجه الشكل الرابع في آخر الكلمة منفصل مياه أحسنتم تعرفنا على صوت حرف الها مع الحركات مع المقاطع القصيرة والطويلة لنبدأ مع الحركات إه سكون إه إه فتحة إه ضماه إه كسراه إه تنوين الفتح هن ولاحظ إنه إلها شكلان يا أول هن إه تنوين الضم هن هن إه تنوين الكسر هن هن أحسنتم أول دائما لازم نكون عارفين إنه تنوين الضم وتنوين الكسر بيجو على الحرف لما يكون في آخر الكلمة يعني بده حرف الها يكون بهذين الشكلين فقط مع تنوين الضم وتنوين الكسر بدي يكون بهذين الشكلين فقط يا أول تمام لأن هؤلاء الشكلين هما اللي بنحطهم يا أول في آخر الكلمة ممتاز الآن مع مقاطع المد الطويل الآ والأو والإي إه آ ها طويل ها إه أو هو هو إه إي هي هي ممتاز الآن يا أول وصلنا إلى التمرين الرابع أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الها الكلمة الأولى ه ن ه ن ه هل تحوي كلمة هناء على حرف الها نعم أين حرف الها في بداية الكلمة أحسنتم ضع الدائرة حول الكلمة كاملة لنحل الكلمة هناء إلى كم مقطع تحل الكلمة هناء ه ن إلى كم مقطع إلى ثلاث مقاطع أحسنتم لنبدأ التحليل ه مع الفتحة لما حطينا النون معاها يا أول لأن النون يتبعها حرف مد ممتاز إن آ ن ه ن هناء همزة متطرفة يعني دائما هاي الهمزة متطرفة يا أول تكوني أول على السطر لحالها ه ن ه ن ه ممتاز الآن ننتقل إلى الكلمة الثانية ل ط لط هل تحوي كلمة لطيف على حرف الها لا تحوي حرف الها أحسنت الكلمة الثالثة مهرن مهرن هل تحوي كلمة مهرن على حرف الها نعم في وسط الكلمة أحسنت ضع دائرة حول الكلمة كاملة لنحلل كلمة مهرن إلى كم مقطعية أول تحلل كلمة مهرن مهرن إلى مقطعان أحسنت لنحلل مه إح مه لأن الإح عليها سكون فبتحشر حالها ما علي قبلها مه رن مهرن أحسنت والآن كلمة جميلة 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 هل تحوي حرف الها لا تحوي حرف الها انتهت بتاء مربوطة إذن لا تحوي حرف الها أحسنت وكلمة شفاهن هل تحوي حرف الها نعم تحوي حرف الها في آخر الكلمة ش ف ه ه ه أحسنت في آخر الكلمة لنحلل كلمة شفاهن إلى كم مقطع تحلل يا أول ش ف ه شفاهن إلى كم مقطع إلى ثلاث مقابع أحسنت يلا لنبدأ ش ف ش ش ف ه ش ش ف ه يلا مرة أخرى ش ف ه ش ف ه ممتاز والآن لننتقل إلى وج ه وج ه هل تحوي كلمة وج ه على حرف الها نعم في آخر الكلمة نضع دائرة حول الكلمة إلى كم مقطع تحلل كلمة وج هن وج هن إلى مقطعان مرة أخرى وج هن أحسنت مقطعان لنبدأ و مع الإج وج وج هن وج هن ممتاز أحسنت أول الآن التمرين الخامس وحللوا الكلمات إلى مقاطعة كلمة هاشم بدنا نحللها إلى مقاطع لنبدأ الإه مع الآ لأن الآ حرف مد أحسنت ه شي الشي تحتها كسرة بصير أحطها مع المن أبداً ما بصير ممتاز إذن هاش من هاش من أحسنت الكلمة الثانية سي هام سي هام لنحلل س مع الكسرة بصير أحط الإه معها ما بصير لأنه في بعدها حرف مد ه س ه م س ه م سي هام أحسنت والآن كلمة مياه م الإي مع الآ لأنه الآ حرف مد طيب هون يا أول ليه ما حكينا أنه الياء هون حرف مد لأنه في حرفين وربعض حرفين مد فإذا كانوا حرفين مد وربعض بيكون الحرف الأول حرف صحيح ما بيكون حرف مد بيكون حرف صحيح ما بيكون حرف مد الحرف الثاني هم حرف المد م يا هن مياه ممتاز أحسنت الآن التمرين السادس أركب من المقاطع كلماتين ثم ألفظ موجود عندي مقاطعي أول أنا بدي أركبهم وبيدي أعمل منهم كلمة ذ ها با بدي أركبهم يلا نشوف مع بعض ذا إذا يا أول من الحروف الرافسة اللي ما بتمسك باللي بعدها ترفسها وما ترضى تمسك فيها تيجي الها توقف بجنبها هون يا أول على السطر بهذا الشكل ها لاحظ قريبة منها لكن ما مسكت فيها ذا ها ها الها ما دا إيدها تيجي البا تمسك فيها الآن أصبحت الكلمة ذهابة 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 ممتاز أحسنت وج هن وج هن يلا نركب و مع الإج مقطع حركة مع السكون مقطع لكن هون الوا شمالها من الحروف الرافسة ما مسكت مع الإج وج طيب هون الإج ما دا إيدها تيجي الهن تمسك فيها وج هن وج هن ممتاز الكلمة الثالثة يه بي طو يه بي طو يه بي طو يه إه يه حركة مع السكون مقطع يه طيب هون الإه ما دا إيدها بتيجي الب تمسك فيها يه بي هون البي ما دا إيدها فالطو تمسك فيها يه بي طو يه بي طو ممتاز أحسنت الآن يا أول رح أقرأ هذه الجمل بشكل سريع لأنه بالحصة الثالثة وهي حصة الإملاء والقراءة رح نرجع نركز عليهم بإذن الله تعالى ربيع 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 بلادي بلادي مزهر مزهر ربيع ربيع بلادي مزهر ربيع بلادي مزهر سقه 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 زهور حديقته سقه هاني زهور حديقته أحسنتم يا أول الآن ننتقل إلى الكتابة أكتبه أمرر قلمي ثم ألون حرفلها في بداية الكلمة لنبدأ بتمرير القلم على النقاط بهذا الشكل بعدها كأول بدنا نلون طبعا استخدم ألوانك لا تستخدم قلم الرصاص ممتاز الشكل الثاني في وسط الكلمة نبدأ بهذا الشكل بدنا ننزل نطلع بهذا الشكل يا أول بنلف إذا شكل حرف اله في وسط الكلمة طبعا ننزل الآن ننتقل لشكل حرف اله في آخر الكلمة عندما يكون متصل يلا ندون سكي الحرف لها في آخر الكلمة عندما تكون منفصلة يعني بيكون قبلها عرف رافس تمام إذن حرف الهاية أول أربع أشكال رح نتعرف على طريقة الكتابة كمان شوي التمرين الثاني أملأ الفراغ بالشكل المناسب ثم ألفظ الكلمة الأولى الفراغ في بداية الكلمة نبدأ شكل واحد اثنان ثلاث أربع طيب الفراغ في بداية الكلمة أين الشكل المناسب الذي يوضع في بداية الكلمة الشكل الأول أحسنتم شكل رقم واحد يكتب بهذا الشكل يا أول انظر نعمل الدائرة الأولى نعمل الدائرة الثانية جوا تمسك بالحرف اللي بعدها هندو هندو ممتاز الآن الكلمة الثانية أين الفراغ يا أول الفراغ في وسط الكلمة الحرف اللي قبلها بمد إيدا فإذن أين الشكل المناسب وهي بدأ تمسك الحرف اللي بعدها وين الشكل المناسب يا أول واحد أم اثنان أم ثلاثة أم أربعة الشكل الثاني أحسنتم تكتب بهذا الشكل يا أول تمد إيدها شوي تعمل الشبر الأولى من هون تعمل الثانية بتلف لهون شهر شهر ممتاز انظر يا أول إلى كلمة مياه الفراغ في آخر الكلمة أي أشكال حرف الهاء التالية هو المناسب في آخر الكلمة معناته بدنا نختار من هدول الشكلين طيب وين الشكل المناسب اللي بيتصل باللي قبله اللي بيمسك باللي قبله أكيد لا لأنه في قبله حرف رافس وبنختار الهاء المنفصيلة تكتب بهذا الشكل ممتاز مياه برافو يا أول الآن أكتب بخط جميل بدنا نكتب حرف الهاء الأولى هون يا أول تكتب بهذا الشكل بدنا نعمل دائرة دائرة ثانية جوا ونمشي على السطر بهذا الشكل شكل حرف الهاء في وسط الكلمة انظر يا أول بدنا نعمل خط مستقيم طيب بدي أنزل بهذا الشكل يا أول بدي أطلع بهذا الشكل نا خربط ما طيب الآن يا أول بنكتب بهذا الشكل بنلف بننزل بنربطها يا أول يلا نرجع نعيدها هون بجنبها يا أول هاي بهذا الشكل بدي ألف أعمل الدائرة اللي هون أرجع أعمل اللي تحت أسكرها وأمشي يلا كمان مرة هاي بامشي على السطر بأعمل الدائرة الأولى برجع أعمل الدائرة الثانية وبلف يلا هون الهو في آخر الكلمة عندما تكون متصلة بيكون في إيد قبلها يا أول تشبه التائل المربوطة المتصلة بهذا الشكل لكن بدون نقطتين طيب هون نرجع نكتب حرف الها في بداية الكلمة نعمل دائرة كبيرة شوي هون دائرة صغيرة ونمشي على السطر بهذا الشكل اه طيب هون ببينا نكتب الاه مع الآ يلا نبدأ هاي دائرة صغيرة دائرة كبيرة دائرة صغيرة جوه مع الآ ها ممتاز يلا دائرة كبيرة دائرة صغيرة نمشي على السطر نعمل الأو هو يلا دائرة كبيرة دائرة صغيرة مع الإي هي ممتاز أحسنت الآن ننتقل إلى كلمة هاشم إه دائرة كبيرة دائرة صغيرة مع الآ هاشي الآن بدنا نكتب الشي إيش تحت كسرة شي من هاشي من ممتاز الآن ننتقل إلى كلمة سي هام سي الإه في وسط الكلمة الراحضي أول هاي بعمل الدائرة اللي فوق بعدين برجع أعمل الدائرة اللي تحت وبطلع سي هام م سي هام وجهن و إج وجهن وجهن م مياهن أها مربوطة في آخر الكلمة منفصيلة مياهن سق سا سا سق ها ني هاني ز زهور حديقته سقاهان زهور حديقته لاحظ يا أول أن حرف الهاء هون أجا في وسط الكلمة لكن ما اخترنا هذا الشكل لماذا يا أول لأن الحرف اللي قبله حرف رافس لأنه القبله حرف رافس ما بمسك فيه وهايك يا أول انتهت عصتنا لهذا اليوم يعطيكم الف عافية يا حباية ترجمة نانسي قنقر